أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه السورة هي آخر سور القرآن الكريم وهي خاتمته وكأن وجودها مع سابقتها سورة قل أعوذ برب الفلق إشارة إلى أن الفلاح والربح المتأتي من القرآن الكريم يتوقف على استبعاد الشرور التي سيذكرها الله تعالى في السورة الأخيرة بارح تحدثنا على الشرور الحسية اللي منبعها عجز نوع من البشر عن تحقيقي منهج حياتهم يشتغلون بمنهج حياة الناس ويعطلونها اليوم باش نتحدثوا على الشرور النفسية اللي يذكرها ربي في سورة الناس سورة هذه قال لنا فما الوسواس الخناس الشر الوسواس الخناس الذي وسوسوا في صدور الناس يعني الفتن نظرنا إلى منبع الشر اللي هو منبع الشر الذاتي الداخلي اللي هو بالعديدة في الحقيقة هو الذي يحدد شرور المجتمع الظاهرية الشرور اللي رأوا فيها والظلم والاعتداء والقتل والسرقة وافتكاك أموال الناس الكلها راجعة إلى وسواسة يعني إلى ذبذبات تحاول تغير القيم اللي يمن بها الإنسان باش تطوع هذا الإنسان ليصبح لقمة سائغة في يد الشر والظلم الشيطان اللي هو معدن الشرور عنده قدرة على أن يأخذ طريق قوي للنفوس واللي يظل عليها بكثرة الوسوسة وخفائها وعدم التفطن لها وحيالها لأن الشيطان صعب حيال وشيطان الكي وشيطان صبور وشيطان حاقد وشيطان ميكر ولأنه يقدم لك الحاجة الخائبة في مظهر طيب ويطمعك ويخدمك في بعض الأحيان ويرسحك نصايح باه ويزيلك ويسهلك رمور ويوعدك ويمنيك وهذا بكله ليستحوذ على نفسك كيما في بعض الأحيان فهم بشر أو كذكرهم في نفس الصورة من الجنة والناس كيف كيف يستحوذوا على ثقتك الكلمة كلمتهم ويجي جيتهم والقاعدة قاعدتهم ولأنه يفرح بيك ويوكل ويشرب ويهدي ويمرحب واذا غبت يسأل عليك لكن في الحقيقة الكله باش يروضك باش تطمان باش نهارة اللي يجي ضربة لا قدر الله الله يبعد علينا هالضربة يجي مكينة تأثر في بقيتها ولذلك كثير منهم نهار منهارات يتقلب عليك قلبة وتلقى روحك في معزق ترط وتلقى كل الأحبال ربطك بيها وقيدلك يديك وسقيك وما كش قادر باش تخرج من شره بل لنا بعضهم اللي عاش مع المرأة والله هي عشت مع الراجل وعده العشرة والعشرين سنة وجابه لأولاد وهو يفتلها من ليلة لولة وهي تفتله من ليلة لولة وفي آخر العمر يلقى روحه في مأزق كبير كيما يوقع اللولد مع ابوه كيما يوقع الصاحب مع صاحبه كيما يوقع الصديق مع صديقته هؤلاء جميعا مهددون في يوم الأيام باش يلقى ورواحهم مكبلين في اليدين والسقي ولذلك اللي يحب يتفادى هالشرور متع الشيطان الإنسي والشيطان الجني الاثنين من الجنة والناس يذكر عنده يقضة خاصة وليقضة هذا باش تتعتى تتعتى بترسيخ الثقة بالترسيخ الثقة بربوبية الله تعالى قل أعوذ برب الناس الربوبية الربوبية لتقتضي الخلق والرزق وتقدير شؤون العباد أن تكون لك ثقة في أن لك ربا هو الذي يسوسك يربيك يرتقي بك حتى تربو كله من رب تربو تكبر تطلع ولذلك هو يحيط فيك ما اللي تجد عملك غطاء آمن محيط حافظ خرج للدنيا جعل محيط حافظ ليك قداش من ألف كائن مليون كائن هو عدو للإنسان رب يحفظنا منهم صغار حتى لين نكبروا وكبار حتى لين نموتوا وإحنا محفوظين هالرعاية هذه يجب تحط في بانك وأنها رعاية دائمة ومستمرة قل أعوذ برب الناس ثاني ملك الناس أن تعتقد بقدراته على الكون لأن المالك هو القادر على ملكه أنه هو رب ولكنه قادر يتحكم في ملكه كما يشاء وهذا يجعلك ما تغلبش ما تخافش من سطوة أحد أمام سطوته وبالقوة أحد أمام قوته لأنه هو الحامي وصاحب القدرة هو هو اللي فيه إمكانه كل شيء ووقت اللي ترى الشر جاي تحتمي به يحميك لأنه ملك الناس يملك الناس هو صاحب القدرة فيهم موش عاجز وموش قوته في كونه يا ربي ويوكل ويشرب فقط وإنما في كونه ويحميه وهذا يرد على كل يقول وإحنا تو أنا إحنا نصليه وقدش لنا وإحنا فقراء وما بضعت وتهلكت وتخذت شبية ربي مش قادر بشي أعطينا على ما أعطاناش شبية نادي ما أحنا متأخرين شبية نادي ما متخل فيه تفك عدينا عاد لو كان وقدر وقدر لا قادر قادر لكن يوقت الأمر في إبانه ولذلك قال هو إله الناس الذي يهرع إليه الناس فيجيبهم متى يريد في الوقت الذي يريد وفي الوقت الذي ينفعهم قل أعوذ برب الناس وربنا وملك الناس هو الذي له قدرة على كل شيء وهو إله الناس الذي يلجأ إليه الناس فيستجيب لهم عند الوقت المناسب فيحميهم عند الوقت المناسب والتدخل المتاعه يكون تدخل صائب الإيمان بهذه ثلاثة أشياء هو الذي يحول بينك وبين سوء من يريد أن يتطرق إلى ذهنك أن يؤثر في قرارك أن يغير أفكارك أن يلبسك الحق بالباطل والباطلة بالحق الذي يريد أن يضيع لك قيمك الذي يريد أن يمتهنك أن يعتدي عليك أن يفقيدك كرمتك يعتدي على إنسانيتك الذي يريد أن يحط منسجامك مع نفسك الذي يريد أن يعتدي على مجتمعك أن يفرق بينك وبين أحبتك الذي يريد أن يدخل البغضاء بين الناس والشحناء بين الناس هؤلاء هؤلاء جميعاً كل هذه الشرور تحتمي فيها برب الناس ملك الناس إله الناس لتحقق لنفسك القدرة على أن تكون أنت صاحب القرار الأخير فأنت به بعونه برببيته بملكه للكون وبألوهيته قادر على أن تتصدى لكل الشرور التي تجابهك وقتل يشوف الإنسان والنبليس الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بطم طميمه وجيشه ورجله وماله وقوته وبتخطيطه وإصراره يقول لنش قادر نعمل الذي قال لقعدن لهم صراطك المشتقيم ولا آتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكلين أو أربما غلطت في الآية يا ربي سمحني هؤلاء الذين يرون هذا العدو بمثل هذه القوة ومثل هذا الثبات والذي ما فتئ يسعى للتخريب سيكونون هم المنتصرين على هذا العدو إذا تحلوا باليقظة الدائمة وشعور الدائم والإيمان الدائم بأنهم مع رب الناس ملك الناس إله الناس الله اجعلنا منهم واجعلنا من الذين طلبوا رضاك فحصلوه وكانوا من أهلك يوم القيامة وصل في الختام على محمد المدر التمام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة